أول سؤال وصلنا النهاردة ونجاوب عليه بيقول هل الأغاني حرام حتى لو أغاني دينية علشان بيكون فيها موسيقى وأغاني الزمن القديم برضو حرام أصد برضو الأغاني اللي كانت فيه إما الزمن القديم اللي فاتت يعني اللي فيها كلام جميل وكلام راقع وعايز يقول إن الأغاني بتاعتنا ما بقيتش الأيام دي مناسبة كتير يعني هل الغناء حرام الغناء كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع من الصحابة كان يسمع منهم الأشعار وهذه الأشعار هي التي كانت تغنى والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس والجواري يغنين بغناء بعاس لبقيت ما وصلوا لحتة كلام ما كانتش مزبوط فقال لهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عندنا نبي يعلم ما في غادي فقال لهم أمسكنا وخضنا فيما كنتنا تخضنا فيه يعني ارجعوا تاني لو هناك وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل السيدة عائشة أنتوا في فرح قالت لها أنت جاي منين قالت لها والله أنا جاي من فرح من عند الأنصار قال لها تب حد فيكم كان يغنى قالت نقول إيه يا رسول الله فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يغنوا يغنوا عشان ينشروا الفرح وحدث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه سيدنا أبو بكر وهو فيه يوم عيد ويدخل عليه والجريات يغنين فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر يقول له أمزمار الشيطان في بيت رسول الله يقول له صلى الله عليه وسلم دعوما يا أبو بكر فإن اليوم عيد إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة طلب من الناس تغني في الفرح ومرة تاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاهم يتعلموا ومرة سمع صلى الله عليه وسلم فسواء كان سنة تقريرية أو سنة فعلية كل دوت سواء كان سنة تقريرية أو سنة قولية فكلاهما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحى ذلك ولكن الكلام الفاحش حرام الكلام الفاحش حرام وما يعين على الحرام حرام والغنى ليس أساسه أنه يعين على الحرام ولا الموسيقى في أساسها الموسيقى عبارة عن معادلات حسابية ولذلك كتير كانوا بيحب العلماء كانوا يحطوا الموسيقى في علوم الرياضيات وعشان كده ما ينفعش أن الموسيقى الأصل فيها ولا الغناء الأصل فيه حرام ولكن الأصل في الفحش هو اللي حرام فإذا كانت الأشياء دي بتشتمل على فحش أو بتساعد على الفحش ساعتها تبقى حرام لكن الأصل في هذه الأشياء هو الإباحة ولابد أن نحن نعرف ده سواء كان الغناء ده غناء ديني أو غير ديني الأصل فيه أنه هو من المباحث لكن إذا اجتمل على شيء من الفحش أو الدعوة إلى الفحش ساعتها سيكون حراما لغيره أي حراما للفحش